بسم الله الرحمن الرحيم أهلاً وسهلاً أبنائي وبناتي طلاب وطالبات الصف الأول بمرحلة الإعدادية مع درس جديد من دروس مادة الارضيات تحت رعاية وإشراف وزارة التربية والتعليم إن شاء الله النهاردة في درسنا بناخد مراجعة على مجموعة الدروس اللي احنا درسناها في الحلقات اللي فاتت عايزك تجهز الوراء والألم بتاعك ويلا مع بعض نبدأ مراجعاتنا إن شاء الله النهاردة بنراجع على الدروس بتاعتنا اللي هي الصورة القياسية للعدد النسبي وترتيب إجراء العمليات الرياضية مع الجزر التربيعي للعدد النسبي المربع الكامل وآخر حاجة معانا حل المعادلات في نون تعالوا مع بعض نفتكر كده اللي احنا أخدناه في الدروس دي طبعا قلنا الصورة القياسية للعدد النسبي بتنكتب بزاي قلنا في صورة ألف مضروب في عشرة أو السنون بس قال لي فيه شرطين إن الألف القيمة المطلقة ليه لأنه ممكن يكون بالمجب أو بالسالب لازم يكون أصغر من العشرة وأكبر من أو يساوي الواحد تمام؟ يبقى احنا هنا كده ما ينفعش يكون كسر حقيقي يعني 2 من 10 نص اللي هي الحاجات ديت وفي نفس الوقت ما يعديش إيه؟ العشرة ما يكونش بعشرة ويعد العشرة والنون اللي هي تنتمي الصاد يعني هنا كده أي القس بتاعي أي عدد صحيح موجب أو إيه؟ يبقى دي الصورة بتاعتي اللي هي ألف في عشرة قس نون يعني لما يجي يقول لي 2.7 من 10 في 10 قس 4 ده على الصورة القياسية أيوة الشرطين متحققين 2.7 من 10 تقع أكبر من أو يساوي الواحد وأقل من العشرة والقس 4 بينتمي الصاد 5 في 10 قس سالب 6 تمام؟ الشرطين متحققين يبقى احنا هنا كده دي الصورة القياسية بتاعتي طب لما يجي يقول لي أكتب الأعداد الآتية على الصورة القياسية جاب لي عدد وعايزين نكتب العدد ده على الصورة القياسية أول حاجة قلنا قلنا قبل ما تروح تحل هل في علامة عشرية موجودة؟ لا ده ده عدد صحيح مفيش علامة عشرية قلنا نحط قدام العدد علامة عشرية يعني أجي قدام هنا كده السفر هنا أحط علامة تمام؟ وابدأ أتحرك من اليسار يبقى أبدايت الحركة بتاعتي عشان أحدد العدد اللي هو ألف بابدأ أتحرك من اليسار باجي الأول عدد غير السفر يعني هنا كده لما ممشي آه يبقى هنا أحط الفصلة بتاعت ما بين التسعة والخمسة يبقى الفصلة عندي هتبقى ما بين التسعة والخمسة يبقى تسعة وخمسة من عشرة دهت الفصلة بتاعتها تبقى تسعة وخمسة من عشرة وابدأ أتجه بقى طبعا العلامة أنا حطيت العلامة ليه؟ عشان أتحرك من العلامة للعلامة اللي إحنا حطناها دلوقتي يبقى أنا أتحرك من اليمين لليسار يبقى القس هيبقى موجب الحركة بتاعتها هي من اليمين لليسار إن أنا بعد اللي هنا الأعداد اللي تقع ما بين العلمتين من اليمين لليسار يبقى القس موجب تمام نيجي نعد الأعداد اللي موجودة اللي هي نون يبقى أنا عندي 9.5 من 10 في 10 قس 7 تمام طبعا واحد يقول لي اللي صفر يا ميستر بنحطه ليه ما حطناش صفر قدام الخمسة خلاص إحنا اتفقنا قبل كده لما أجأ أقول لك الخمسة من 10 أو الاتنين من 10 هي نفسها الخمسين من 100 هي نفسها الخمسمية من 1000 وهكذا مش لازم نحط صفر قدام ما في علامة عشرية موجودة تعالوا نشوف العدد ده كده تمام في علامة موجودة؟ أيوة في علامة موجودة طيب أبدأ أتحرك من اليسار لحد ما وصل لعدد غير السفر يلا نمشي كده ده النينة ماشيين لقيت أول عدد عندي اللي هو الخمسة يبقى حط العلامة بين الخمسة والأربعة يبقى خمسة واتنين واربعين من 100 وده أتحرك بقى ما بين العالمتين العلامة اللي هي اللي موجودة والعلامة اللي احنا حطناهما بين العددين دلوقتي يبقى الحركة بتاعتها تبقى منين من اليسار لليمين يبقى القسة عندها هيبقى سالب يبقى هنا كده خمسة واتنين واربعين من 100 والأعداد ما بين العالمتين دول ست أرقام يبقى احنا هنا كده خمسة واتنين واربعين من 100 فعشر قسة إيه؟ سالب ستة طيب جاء لي الصورة القياسية للعدد أربعة من ألف قسة اتنين أعملها ازاي؟ تمام؟ أفك الأسس أربعة من ألف قسة اتنين يعني معناها أربعة من ألف فاربعة من ألف اللي هي بضرب من غير علامة يطلع عندي اللي هي ستة أشر والفصلة بعد ستة أرقام يعني ليه؟ أزود أربعة سفار وهم حطط الفصلة بتاعتي طيب نعرف نحطه في الصورة القياسية؟ أيوة هنبدأ نتحرك من اليسار لأول رقم غير السف لقيت الواحد يبقى الفصلة ما بين الواحد والستة يبقى واحد وستة من عشرة في عشرة قس كم عدد ما بين العلامتين خمسة؟ طب بالموجب ولا بالسالب؟ بالسالب لأننا اتحركت من العلامة من اليسار لليمين تمام؟ ودايما خدها قاعدة كده لما يكون في عندك تتحرك من اليسار لليمين القس بيبقى سالب من اليمين لليسار القس إيه؟ موجب بيقول لي اكتب ناتج ما يلي على الصورة القياسية دي عملية ضرب بتبقى صعبة لأ؟ عادي هنا خد العددين مع بعض اللي مفهمش عشرة قس العشرة قس دول خدهم مع بعض والتنين التنين خدهم مع بعض واضربهم تمام؟ يعني هاخد التلاتة هاضربها في اتنين وتلاتة من عشرة والعشرة قس اربعة هاضربها في عشرة قس خمسة وكنا فاكرين ان احنا بنجمع القسس يبقى عندي الناتج ستة وتسعة من عشرة في عشرة قس تسعة هل خلصت كده؟ ايوة بس ممكن في بعض المسائل مش بتخلص تأكد دايما ان العدد ده لازم يكون يقع ما بين الواحد والاقل من الايه؟ العشرة يعني اكبر من او يساوي الواحد واقل من العشرة طيب جات للمسألة اسمها تمام؟ هنا المسألة عشان ما اطلق بطاكش خلي دي بسط ودي مقام يعني افصلهم يعني يعني انت هتكتب تلاتة وتمانية من عشرة في عشرة قس تمانية وتحت واحد وتسعة من عشرة في عشرة قس ستة افصلهم كده عشان تبا سهلة ليك وبعد كده برضو نفس الطريقة هناخد العددين نقسمهم مع بعض فيه اخد الاسس نقسمها على بعض وفي قلنا في الاسمة بنطرح الاسس يبا لما جاء سم تلاتة وتمانية من عشرة على واحد وتسعة من عشرة طبعا بنتخلص علامة الماسوم عليه الناتج هيطلع باثنين وبنقسم هنا كده لا بنطرح الاسس لان الاساسات متشابهة يبا اتنين فعشرة قس اتنين ولازم تتأكد ان العدد ده تمام يقع ما بين اكبر من او يسوي الواحد واقل من العشرة طيب ترتيب اجراء العمليات الرياضية قال لي هنا كده في خطوات كنا بنقولها اللي هي ايه كك الاقواص حساب الاسس الضرب والاسمة من اليمين لليسار يعني اللي بيجي اللي تضرب زي الاسمة بالزبط اللي يجي قبل التاني هو اللي بتعمل واخر حاجة دايما الجمع والطرح برضو من اليمين لليسار طب تعالوا نشوف نحل المسألة دي ازاي اه في عندي كما عملية في عندي تلات عملية بس في اسس يبا قبل ما اعمل اي حاجة فك الاسس اتنين اسس ثلاثة الثمانية يبقى انا كل اللي انا بعمله اول خطوة ان انا بفك اتنين قس ثلاثة الثمانية اصبح في عندي جامعة واسمة وضرب طبعا الجامع هنا حط عليه علامة لان مش احتاجه في حاجة يبقى كل شغلي الجامع ده في اخر خالص الضرب ولا ايه ولا الاسمة ده الاسمة جات قبل الضرب من اليمين يبقى اقسم يبقى ام كاتب الاربعين زائد ونقسم التمانية على اللي اتنين فيها الاربعة واضرب في خمسة اصبح عندي جامعوا ايه وضرب تمام الضرب بيسبق يبقى اضرب الاربعة في خمسة يبقى الاربعة في خمسة بعشرين واخر خطوة بجمعها مع الاربعين بستين طيب جاب لي السؤال ده كده او ده جايب لي بسط ومقام لكنهم مسألتين البسط الواحد والمقام الواحد تمام فيه اسس ايوه فوق فيه اسس يبقى انا اول حاجة فوق افك الاسس وتحت فيه اقواص اللي هي 3 ناقص واحد عندي باثنين اتنين قسة 2 باربعة او هم كاتبها باربعة يبقى انا هنا فكت 3 قسة 2 وفي تحت فكت الاقواص مع الاسس في عندي ضرب وجمع واسمة الضرب بيسبق وممكن تحط علامة هنا ده الجمع دي هتبقى اخر حاجة يبقى الضرب بيسبق يبقى اضرب تحت نفس النظام الضربة هيسبق بعمل الاتنين مع بعض يعني شغال البسط والمقام يبقى 45 زائد 25 على 5 وتحت 6 زائد 4 تحت خلاص اصباح ابقى 10 لان هنا عملية واحدة بس 6 و 4 طب فوق في جمع واسمة هتعمل مين الاول تمام برافو عليك هتعمل الاسمة الاول يبقى هاسم 25 على 5 فيها الخمسة يبقى هاجمع الـ 45 زائد 5 على 10 يعني 50 على 10 بكام فيها الخمسة خدنا بعد كده الجزر التربيع للعدد النسب المربع الكامل عرفنا ايه المربعات الكاملة اللي هو عبارة عن الناتج اللي طالع من حاصل ضرب العدد في نفسه وانا فيه اعداد عندي بنسميها اعداد نسبية مربعات كاملة زي الواحد والاربعة والتسعة والخمسة وعشرين والستة وتلاتين والواحد وتمانين والمية فيها ده كتير جدا اضرب اي عددين في نفسه من نتج اللي بيطلع ده مربع نسب كامل اقدر اعمل ايه اقدر اخد الجزر بتاعه اللي هي العملية العكسية وعرفنا الرمز بتاع الجزر يعني زي لما بييجي يقول لي هنا كده اوجد موجب او سالب جزر 25 على 81 لان اي عدد له جزرين تربيعين جزر بالموجب وجزر بالسالب بس الاشارة برا الجزر لان الاشارة لو جوه الجزر سالبة ليس لها قيمة تمام يبقى نزل الموجب او السالب وابدى افصل جزر 25 لوحده وجزر الواحد وتمانين لوحده يبقى جزر 25 بخمسة وجزر الواحد وتمانين بتسعة يبقى موجب او سالب خمسة على تسعة هنا قال لي اوجد الجزر ده تمام بيرضع ليك ماينفعش اجيب الجزر يا مستر ليه لازم ارفع الكسر تمام عودنا خلاص على دي يبقى المقام تسعة الواحد في تسعة بتسعة وسبعة ستاشر خلاص كده اقدر اجيب الجزر جزر الستاشر باربعة وجزر التسعة بتالتة طيب جاء اللي اوجد جزر ده اه العملية ده عملية ايه طرح قلنا طرح او جمع اوعى تغلط لان السؤال بيجيلي كده في الامتحان يجيب لأكمل اه واحد يقول لي انا هاخد نص القس احنا قلنا بناخد نص القس لما يكون لوحده او ضرب او اسمه يبقى ادري اخد نص القس كده ما اقدرش اخد نص القس جمعة او طرحي لازم تفكها يبقى اروح افك مين عشرة تربيع بمية وتمانية وتربيع باربعة وستين يبقى اطرحهم بجزر الستة وتلاتين اللي هو جزر الستة وتلاتين بستة يبقى عشرة ناقص كم يديني ستة تمام عشرة ناقص اربعة واخدنا اخر حاجة عندنا المعادلات الرياضية عرفنا المعادلة دي عبارة عن جملة رياضية بتحتوي على متغير اللي احنا بنسميه مجهول سواء كان اسمه سين او صد او عين وبينهم هنا كده في طرفين بينهم علامة التساوي وشبهنا بالميزان في طرف ايمن وفي طرف ايه ايصر وبينهم علامة اليساوي مع الوجود الايه المتغير زي الشكل اللي قدامنا ده بنسميه معادلة رياضية من الدرجة الكام قلنا بنبص على القس بتاع المتغير هنا قس كام قس واحد يبقى من الدرجة الاولى وكم متغير هو متغير واحد اسمه سين يبقى من الدرجة الاولى زيته متغير ايه واحد لما يجي يقول لحل المعادلة الاتية في نون خمسة سين ناقص عشرة بيسوي خمسة اه كنا بنقول لحل المعادلة ازاي ان انا عايز اجيب قيمة سين وعشان اجيب سين يعني خلي سين لوحدها همشي اللي جنبها طب يا مستر مين اللي جنبها ده الخمسة قلنا الخمسة ده معامل ماسك فيها في الاخر خالص هتخلص منه في الاخر يبقى همشي السالب عشرة هيروح الناحية التانية بايه بموجة بعشرة تمام يبقى احنا هنا بنزل كل واحدة في بيتها والعشرة هي اللي هتمشي يبقى باضافة عشرة للطرفين يبقى خمسة سين بخمستاشر اخر حاجة ده عملية ضرب وعكس الضرب الاسمة يبقى هأسم على الخمسة وخمستاشر على الخمسة بكام بثلاثة يبقى السين بثلاثة والثلاثة موجودة في نون ايوة ونخلي بالن مجموعة التعويض معايا هي مجموعة ايه الثلاثة موجودة في نون اذا مجموعة الحال بثلاثة تعالوا مع بعض على الصبورة التفاعلية نكمل بقية الاسئلة بتاعتك تعالوا مع بعض نحل بعض التدريبات على الدروس اللي احنا بنرجع فيها هنا بيقول لي السؤال الاول اختر الاجابة الصحيحة اذا كانت جبل العدد ده طبعا قسم العدد عشان نعرف نقراه اول اللي وهي ستمائة الف يساوي ستة في عشرة قسمون معنى كده ان ديت هنا صورة قياسية عايزة اجيبها في صورة قياسية طيب تمام قلنا الصورة القياسية لما يكون هنا العدد ده مفيش في علامة حضرتك تحط في ايه؟ علامة تمام وابدأ امشي عشان اجيب اول عدد غير السفر من الشمال يبقى امشي اقلقيت الستة هي اول عدد امحطت قدام الستة دي العلامة يبقى الفصلة هتبقى مبين الستة والسفر اللي قدامها تمام ابدأ عدد بقى الاصفار عندي كم سفر اتحرك من الفصلة اللي هي معتبر موجودة في المسألة بس بتكون مش مكتوبة لان العدد صحيح يبقى انا هتحرك من اليمين لليسار يبقى القس اللي عندي ده قس موجب كم رقم ما بين العلامتين خمس ارقام ما بين العلامتين يبقى اذا الاجابة الصحيحة عندي اللي هي النوم بكام النوم بخمسة بيقول لي نفس الطريقة ها خلاص فيه منها العلامة موجودة ايوة ده فيه علامة موجودة خلاص هبدأ اتحرك لأول عدد من جهة اليسار بتحرك من دائما هنا كده بتحرك من جهة اليسار لأول عدد غير السفر اول عدد ايوة التسعة والسبعة يبقى روح احط العلامة ما بين التسعة والسبعة طب فين العلامة الاصلية موجودة هي يبقى انا هبدأ اتحرك دلوقتي من اليسار لليمين يبقى اذا النوم دي هتبقى بسالب كم رقم ما بين العلامتين تمام اربع ارقام يبقى انا عند النوم بكام بسالب اربع طول ضلع المربع الذي مساحته خمسة وعشرين سيين قصة اربعة احنا عارفين ان مساحت المربع طول الضلع في نفسه طب وعشان اجيب طول الضلع احنا اخدنا درس الجزر التربيعي برافو عليكم يبقى انا هنا معناها ان انا باخد جزر الخمسة وعشرين سيين قصة اربعة جزر الخمسة وعشرين تمام بخمسة والقصص كنا بنقول ناخد ايه ناخد نص القص طبعا هنا قيمة مطلقة بس عشان القص هنا كده هيطلع بسيين قصة اتنين يبقى مش لازم احط القيمة المطلقة يبقى الحل بتاعي اللي هو خمسة سيين قصة اتنين طبعا ده ترتيب عمليات قلنا ترتيب اقواص اسس مفيش موجود يبقى الضرب والاسمة يبقى هنا اول عملية عندي مين الضرب وخلي بنا الطرح دية احط عليها دايرا لاني دي اخر حاجة هتتعمل تمام يبقى هنا كده هضرب مين اضرب اللي اتنين في ستة اللي اتنين في ستة باثناشر طب السؤال جاي الاختيارات ممكن احل على طول ايوة يعني ممكن تقسم في نفس الوقت اربعة على الاثنين عشان السؤال اختيارات انما لو هنا السؤال مقالي حل بالخطوات يعني اتناشر ناقص اربعة على الاثنين بعد كده هنعمل الاسمة يعني اتناشر ناقص ناقص اربعة على الاثنين في هالتنين واثناشر ناقص اتنين بكام بعشرة اي من الاتي هو الاكبر جايب لأعداد مكتوبة في صورة قياسية عايز اعرف مين الكبير فيها مين الكبير دي تعتمد على ايه هل كل الاعداد مكتوبة في صورة قياسية ايوا ستة وثلاثة من عشرة خمسة واثنين من عشرة تسعة وثمانية من عشرة سبعة وثلاثة من عشرة والاسس عندنا اسس عادية مفيش فيها اي مشكلة يبقى هنا على طول بدور قال للأكبر يبقى بدور على اكبر اس من غير ما ببص للأعداد في الاول يبقى اول حاجة اكبر اس هلاقي عندي اكبر اس هنا اس خمسة وهنا اس خمسة خلاص لكنهم مش موجودين دول يبقى مين هنا الكبير ستة وثلاثة من عشرة ولا خمسة واثنين من عشرة تمام يبقى ستة وثلاثة من عشرة هي الاكبر مجموع الجزرين التربعيين للعدد واحد وتمانين لازم اروح اجيب الجزر التربيع للواحد وتمانين الجزر الموجب والسالب لا احنا اتفقنا دي قاعدة مجموع الجزرين التربعيين لا اي عدد على طول بعندي اللي هو بايه اللي هو بسفر ليه لان جزر الواحد وتمانين موجة بتسعة او سالب تسعة اجمعهم مع بعض العدد ومعكوسه بسفر ترتيب عمليات تمام اه بس المرة دي بقى في ايه في قسس يبقى اول خطوة فك القسس يبقى هنا كده اربعة في خمسة ناقص خمسة قس اتنين بخمسة وعشرين على الخمسة تمام يبقى انا عندي هنا ايه ضرب يبقى الاربعة في خمسة بعشرين طبعا الطرحة اخر حاجة ممكن احل على طول هنا ايه انحل بقى على طول خمسة وعشرين على الخمسة رفع عليك فيها الخمسة الاسم بتسبق الطرح واطرح بعد كده عشرين ناقص خمسة عندي اللي هي تطلع بكام بخمستاشر الاختيارات تقدر تحل على طول بيقول لي اذا كان سالب اتنين سين بيساوي ستة فان خمسة سين بيكان اي معادلة يجيبها ليه طلع الاول قيمة المجهولة اللي فيها ما تبصش لعائز ايه يبقى هنا لازم اطلع قيمة سين انقل لا دا دي ضرب لان دا معامل وعكس الضرب الايه الاسمة يبقى هاقسم على سالب اتنين تطلع عندي اللي هي السين بيكان تمام بسالب تلاتة روح عوض عن السين بسالب تلاتة يبقى الخمسة مفيش علامة يعني ضرب الخمسة في سالب تلاتة بسالب خمستاشر اذا كانت سبعة ناقص اتنين سين بيساوي تلاتة هنا عايز سين يعني قال لي معناها حل المعادلة وخلي بالك من مجموعة التعويض لان سعاد ممكن يجي يقول لي في طه تفقى انا طه ما فيهاش سالب ولا قصور ايوة وصاد ما فيهاش قصور يبقى اول حاجة هنقل السبعة لان السالب اتنين سين دي بيتها السالب اتنين مسكة يبقى هنزل السالب اتنين سين ونزل التلاتة في بيتهم يبقى السبعة هي اللي بتتنقل هنا السبعة تيجي بالايه بالسالب يبقى سالب سبعة باضافة سالب سبعة للطرفين يبقى سالب اتنين سين بسالب أربعة نقسم على السالب اتنين هنا السالب على السالب يروح بموجة بواربعة على الاتنين فيها الاتنين يبقى أنا عندي السين تطلع عندي اللي هي بكام؟ باتنين ناخد أسئلة من بنك المعرفة المصري بيقول لي جزر خمسة وعشرين ناقص ستاشر بيسوي خمسة ناقص نقط اتفقنا آه لعلامة طرح اوعى تروح تاخد جزر الخمسة وعشرين لوحدها وجزر الستاشر لوحدها لأن دي طرح طرح وجامع لأ يبقى هطرح يطلع الناتج بجزر التسعة وجزر التسعة بتلاتة طيب خمسة ناقص كم يديني تلاتة؟ تمام خمسة ناقص اتنين يديني تلاتة جزر أربعة زائد جزر واحد آه هنا دول مفصولين بقى عن بعض يبقى خلاص أجيب جزر الأربعة لوحدها وجزر الواحد لوحدها لأن الزائب بره الجزر مش جوه يبقى جزر الأربعة عندي باتنين زائد جزر الواحد بواحد واللي اتنين زائد واحد عندي اللي هي بكام بثلاثة بيقول لي إذا كان اداني العدد ده وعايز نون خلاص بقيت سهلة لنا يبقى أنا عندي أحط العلامة وهتحرك من اليمين لليسار يعني نون بموجب يبقى أنا عندي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وطبعا إحنا اتفقنا بأخذ أول رقم من اليسار يبقى واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة يبقى نون عندي اللي هي بستة بالموجب ترتيب عمليات في أسس تمام يبقى اتنين قصة اتنين اللي اتنين قصة اتنين دي باربعة أول حاجة اسم جمع طرح ضرب يبقى هنا الجمع والطرح هحط عليهم علامتين كده دول هتعملوا آخر حاجة يبقى هنا خمسة زائد سبعة ناقص تلاتة فاربعة بعد كده الضرب يبقى خمسة زائد سبعة واضرب تلاتة فاربعة بكام باثناشر بقى في عندي جمع وطرح اللي اتنين زي بعض بس اللي بيجي الأول من اليمين هو الأول يبقى خمسة زائد سبعة باثناشر واثناشر ناقص اتناشر بسفر اكتب العدد ده على الصورة القياسية هل ده مكتوب على الصورة القياسية؟ لا لأنه ده أقل من الواحد يبقى هده أعمل ايه؟ أتحرك من العلامة أجي قدام مين؟ السبعة يبقى ده سبعة فيه اتحركت كم رقم؟ رقم واحد يبقى عشرة أس سالب واحد لأنه ماشي من اليسار لليمين فيه عشرة أس سالب سبعة يبقى الحل بتاعي سبعة وفي الضرب بنجمع الأسس يبقى عشرة أس سالب تمانية هنا بنعوض بنعوض عن السين بكام؟ بتسعة يبقى اللي اتنين ضرب تسعة زائد سبعة طبعاً الضرب الأول اللي اتنين في تسعة بطمانتاشر وسبعة خمسة وعشرين يبقى جزر الخمسة وعشرين بخمسة ماينفعش أخد نص القس لا لازم أطلع الحل الخمسة وعشرين تربيع بمتين خمسة وعشرين والعشرين تربيع بربعمية يبقى جزر الستمية خمسة وعشرين يطلع الحل بخمسة وعشرين بيقول لي إذا كانت اتنين ميم زائد ثلاثة بيسوي خمستاشر عايز قيمة تلت ميم اتفقنا لازم أحل المعادلة يبقى الاتنين ميم خمستاشر ناقص ثلاثة باثناشر نقسم على الاتنين تطلع الميم بستة عوض عن الميم يبقى تلت في ستة بيسوي اتنين هنا أجيب كلمة سين مقصة على طول هنا الفكرة في المقص يبقى هنا السين أضرب الاتنين فاربعة التمانية على تلاتة شيل السين وحط مكانها تمانية على تلاتة بس هنا في اتنين في المقام خليها مع المقام لأن ديت هنا 8 على 3 على الاتنين يطلع الحل عندي اختصار على الاتنين يبقى 4 على 3 بيقولي اختصر ما يأتي في أبسط صورة تمام ده جزر لازم أرفع الكسر يبقى أول حاجة عندي المقامة 4 اللي 4 في 12 بـ 48 و 1 تسعة واربعين فيه 2 على 7 قص صفر برضو عليك بواحد فيه هنا قص زوجي وفيه إشارة سالبة بتتلغي وأبدأ أفكر اللي عندي 2 قص 2 تمام بـ 4 و7 قص 2 بتسعة واربعين جزر التسعة واربعين بسبعة وجزر اللي 4 بتنين فيه 1 الواحد خلاص عادي فيه 1 محاين يبقى هنا أشيل الواحد وخليها 4 على 49 ما تضربش اختصر الأول على السبعة فيها الواحد على السبعة فيها السبعة على اللي 2 فيها الواحد على اللي 2 فيها الاتنين يبقى النتج عندي 2 على 7 أكتب ما يأتي في الصورة القياسية هنا دي بتلغبط ناس كتير جداً ليه؟ لأن العلامة عمالهم جمع الجمع ما ينفعش أقول هاخد ديت أجمعهم مع بعض والأسس أجمعها مع بعض لا الجمع لازم تاخد عامل مشترك تاخد أصغر أس يبقى هنا باخد 10 قص 4 عامل مشترك يتفضل معايا هنا 3 و 8 من 10 10 قص 5 على 10 قص 4 بعشرة قص 1 زائد هنا كده 4 و 6 من 10 طبعاً خدت أنا 10 قص 4 خلاص يبقى 4 و 6 من 10 ما ننساش إن فيه 10 قص 4 برا تمام؟ لما اضرب ديت في 10 تمام يبقى هنا دي 38 زائد 4 و 6 من 10 يبقى هنا 10 قص 4 فيه أجمع دول مع بعض يبقى 42 و 6 من 10 واحد يقول لي كده خلاص الصورة القياسية لا العدد ده أكبر من الواحد يبقى بتحرك هنا كده عشان أخليه أقل من الواحد أجي من اليمين لليسار باجي من اليمين لليسار أول رقم غير الصف يبقى هنا كده 4 و 26 من 100 في 10 قص 1 بالموجب لإن أنا اتحركت من اليمين لليسار في 10 قص كام 4 طبعا هنا يبقى 4 و 26 من 100 في 10 قص 5 أشوفكم على خير و مع السلامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر